يا سعد اليوقاتكم أصدقائي من وين عم تابوني وبأي وقت هم تابوني أحلى وسحلى فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا اليوم أو فيديو اليوم معمول العيد بحشوات مختلفة طريقة كتير سهلة وبثلاث مكونات وإن شاء الله مكونات متوفرة بكل البيت متل ما انتو شايفين نقشة ما رحت نهائيا وما بدا شي لا بدا أسرار ولا شي خليكم معي لنهاية الفيديو حتى نشوف كيف النقشة بدل سابتة يلا بنا عن المقادير طريقة التحذير بلزمني كيلو من الطحين طبعا ما خبرتكم أنا رح وصفتنا اليوم عفوا هي معمول الطحين يعني مو معمول اسمية الفرخة لأنا ما بحب بصراحة بحب معمول الطحين أكتر شي عندي كيلو من الطحين عم بنخل الطحين متل ما هو واضح بالفيديو الطحين اللي هو الدقيق استعملت الطحين متعدد استعمالات عم بنخلن هلا بعد النخل منضيف باقي المكونات بلزمني ملعقة ممسوحة من محلب إذا متوفر عندك بيكون أحسن ورشة بسيطة من الملح هلا بنخلط المكونات جافة وبعدها منضيف السوائل طبعا أنا استعملت استوائل السمنة إذا عندك السمنة الحيواني بيكون أحسن إذا مو متوفر ممكن تستعملي النبادي مع الأسف حسين الجاد صغير لهيك استعمل الجاد أكبر هلا رح ضيف نصف كيلو من السمنة يكون درجة حرارة الغرفة لا دايبة انتبهوا ما بتحطوها بالمقرف لا بيكون درجة حرارة الغرفة متل ما أنتو شايفين ضفت السمنة على الطحين كيلو من الطحين نصف كيلو من السمنة طبعا إذا مو متوفر الحيواني ممكن تستعملي النبادي رح تسألونا فينا مستعمل الزبدة ممكن تستعملي نصف الزبدة ونصف السمنة بيعطي طعامة كتير طيبة للمعمول نخلط السمنة والطحين حتى يختفي معنا الطحين نهائيا بها المرحلة كل ما عجنتي بيكون عاد يعني ما بتخرب معك إن شاء الله رحامشي المغادير المزبوطة غير بتاخدي المعمول أطيب من السوق مليون مرة متل ما أنتو شايفين ما شاء الله كأنه مرهم هلا رح نضيف المكون اللي بعدها اللي هو حليب المكسف يلزمني علبة حليب المكسف طبعا العلبة تقريبا فيها 400 غرام 300 وشوي هلا ما بعض رح نشوف الغرام اللي على علبة رح نضيف العلبة كاملة 397 غرام يعني تقريبا 400 غرام من حليب المكسف أو اللي منقول عليها نستلي كتير بلدان يقولوا عليها نستلي أو حليب المكسف منرجع من اللم العجينة بها المرحلة ما نعجنا ورح نضيف ربع كوب من ماء الزهر إذا مو متوفر عندك ماء الزهر ممكن ضيفيه ماء بارد ربع كوب يعطي ماء الزهر طعمي كتير طيبة للمعمول كتير عالم يقولوا إذا ضفنا السامن الحيواني ما بينزمنا المنكهات متل محلب وماء الزهر هدولين اختيار يعني كل الإنسان وزوقه رح ننقل عجينة حتى يختفي معنا السوائل متل ما انتو شايفين ما شاء الله عجينة كتير طرية هلا مع بعض منشوف قوامه ما فيه تشققات ولا شيء إذا حسيتو إنو عجينة كتير طرية عادي منتركها ترتاح شوي وبعدها منشتغل وإذا حشوة عندك جاهزة ما بدها تريحة ولا شيء بتاخدو قسم منها والقسم الثاني بتحطوها بالبرات وبتبلشو فورا بس بما انو عندي الحشوة مش جاهزة هلا منحط العجينة بالبرات أهم شي نغطيها بالنيلون نحطها بالبرات مو بالفريزة انتبهوا منحطها بالبرات حتى نجهز مع بعض الحشوة طبعا لكيلو الطحين بيلزمنا كيلو من الحشوة راح استعمل نصف كيلو من العجوة تفطع لها نصف ملعقة من السمنة الحيواني ممكن الزبدة ورشة بسيطة من القرفة وإذا بتحبو هيل ممكن ضيفو الهيل وعجنتو كتير منيح وهلا راح نشاكلهم كرات راح نشاكل كل الكمية بنفس الطريقة كرات حجم وسط وهي بخلصنا كل الكمية الحشوة اللي بعدها هي الجوس كتير كتبوا لي بالتعليقات انو عم نحمص بالجوس بشوية السمنة هاي اختياري انا ما بحبها بصراحة لهيك ما حمصت الجوس نهائيا كسرتن خشن وشوي نعم حتى يتماسكوا مع بعض بيلزمني تقريبا ربع كوب من الجوس لانو قلنا باول الفيديو انو لكل كيلو طحين لكل كيلو العجيني بيلزمنا كيلو من الحشوة لهيك استعملت تقريبا ميتين وخمسين غرام من الجوس نكسرها بالسكين او بالشوبك طبعا بالشوبك بيكون احسن هايك خلصت كل الجوس متل ما انتو شايفين تقريبا فيه منه النام وفيه خشن هلا راح ضيف الراحة طبعا هاي اختيارية بس الراحة بيعطي طعمي كتير طيبة اللي مو متوفر عندن الراحة ممكن نضيفه شوية ماء ازهر ملعقة من السكر بوترا وملعقة او افوال نصف ملعقة من السمنون نخلط المكونات مع بعض انا استعملت الراحة والسمنون نخلطه كتير منيه وهيك الحشوة الثانية صار عندي جهزة كمية الراحة بتضيفه حتى تحصله على عجينة بصراحة يعطي طعمي كتير طيبة الحشوة تبع الجوس كتير كانت طيبة كده الحشوة الثالثة الراحة طبعا كمية الراحة كان عندي قليل لهيك استعملت بعدها شوية من القطر متل ما انتو شايفين كان عندي كمية قليلة من الراحة اضفت عليها تقليل من كوب من الجوس ومنعجنه كتير منيح بس حسيت انه الراحة قليلة لهيك استعمل شوية القطر القطر يكون اتقيل قوامه ما يكون خفيف انتبهوا منظيفه حتى نحصل على عجينة متماسكة عجنته كتير منيح حتى حصلت على عجينة متماسكة حتى يصير عندي كرات مثل باقي الحشوة راح نضيف كمان نصف ملعقة من السمنة برجع بعجنة كتير منيح وهيك حصلت على ثالث حشوة كتير كانت طيبة بصراحة نرجع نشكله منتل باقي الحشوة الكورات حجم وسط وهيك الحشوات 3 صار عندي جهزة راح نبلش نشكله مناخد قصم من العجينة والباقي العجينة نرجع على البرات اذا ما كان دافر عندي اذا بارد ما تستغني على البرات نهائيا بس كان عندي مطبخ الفرن شغاله والغاز شغاله هيك كان دافر رجعت العجينة للبرات ورح نبلش نشكله نشكله بصراحة انا بحب هيك التشكيله انه مثل الكبه عم بحفرة وبحشية انتبهوا الحشوة ما يكون اكتر من العجينة حتى ما يصير تشققات بمعமول في الفرن نرجع نكوور كتير منيح وستعمل سميت الفرخة و tadi نعم او طحين او النش banget للقالب اذا حسيت ما التلسق العجينة لbrit ممكن استعملو بصيحكم سميت الفرخة او طحين او نش او نجح. بس انا بنصحكم بصيحه سميت الفرخة الي هو صيحة النعم. الناروس سعت مرة ثانية كم واحد مع بعض حتى نشوف الطريقة حشيتم بر الأول شيء بالتمر وطبعا كل حشوة حاورت أغير القالب حتى بعد الفرن نتأكد أو نعرف أي حشوة موجودة بأي قالب نقبسة طبعا استعملت القالب المكبس أو أي قالب متوفر عندك ممكن استعملي رح استعمل نوعية ثانية لغير الحشوة هلا مع بعض كمان بحفرة وبطل ما أنتم شايفين ما شاء الله عندي عجينة متل مرة بتشكلية بكل سهولة وبدون تشققات رح نستعمل هالمرة الحشوة جوز الهند والراحة ونحطها ونسكرها كتير منيح ونبلش نشكلها بقالب الكبسين وهيك رح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة سهلة وبسيطة وما بياخد وقت منكم نهائيا لا بدأ أسرار ولا شيء صراحة معمول النسلة ناجحة مليون بالمية والطعمتها كتير طيبة متل ما أنتم شايفين نقشات كان مختلفين نقشة التمر وجوز الهند مختلفين هيب رح نكمل كمية الجوز الهند متل ما هو واضح بالفيديو طبعا بهالأسناء الفرن يكون حامي مسبقا على درجة حرارة 190 إذا قالب ما بتلصق أو عجينة ما بتلصق بالقالب ممكن تستغنوه عن اسمية الفرخة بس إذا حسيتوا بتلصق رح تستعملوه ونصفها بصينية الفرن واستعملت ورق الزبدة هلأ رح نحطها السقوة إنه نحطها أول شيء بالرف الفوق حتى تتحمل معنا الوجه بعدها منزلها على التحت حتى تتحمل من التحت كمان هيسر ما بدا شيء يعني بس تتحمل من الفوق فورا ننزلها التحت متل ما أنتم شايفين هيك النقشة ضلت سابدة ما شاء الله من جهتين وإذا بتحبوه أحميرها يكون أقل بترجعوها أقل من دقيقتين وهو عينكونا على الفرن كنت طبعا أنا حطيت أو الدرجة حرارة الفرن كان 190 هاي خطوة اختيارية عفوا منكم هاي خطوة اختيارية دهنت وجه المعمول بالسمنة الحيوانية ممكن تستغنوه عن هاي خطوة برجع بخبركم أول شيء منحط الصينية بالرف الفوق بعد كم دقيقة أو بس تتحمل الوجه من نزل الصينية لرف الوسط أو رف التحت حتى تتحمل من الجهتين يعني أول شيء نحمل فوق وبعدين منحمر تحت حتى نحصل على نقشة سابدة ودرجة حرارة الفرن 190 وعينكم عليها يعني ما تتركوها نهائيا لأنه معمول فورن تستوي معنا وهذا النقش جوز الهنت بنفس الطريقة بالصينية الفرن استعملت ورقة الزبدة كمان نحطها فيها وما بياخد وقت نهائيا ونبلش نشكل الجوز طبعا الجوز كمان بنفس الطريقة نحشيهم بقالب الكبس استعملت ومثل ما خبرتكم أي قالب نتوفر عندك ممكن استعمليه وقبل هالمرة كمان عملتها بالنستالي بس بغير لغة يعني بلغة الأصلية لغة الكرد يبخوزي داري زماني كرديبك أزيش ورر رابط بكم بصندوق الوصف أو آخرة كفيديو بورا خيابك وقبل هالمرة عملت كمان معمول السميت وسميت الفرخة والطحين راح يبين معكم بنهاية الشاشة أو بصندوق الوصف تحت الفيديو بصراحة أطيب وأسهل معمول هي معمول نستالي متل ما خبرتكم سهلة وبسيطة وما بياخد وقت نهائيا متل ما انتو شايفين غيرت النقشة مشان انتبه للمعمول هلأ راح نستعمل المعمول الجوز لهيك غيرت النقشة ما شاء الله هاي النقشة كمان كتير حلوة كمان منحطها بالفرن أول شي برف الفوق وبعدها رف التحت أهم شي عينكن على فرنكم ما تخلوها أكتر من كم دقيقة لأنه فورا تتحمر وتشغلوا أول بدكم المروحة وبعدها من فوق وتحت شغلوها ومندهنا مرة تانية بالسمنة متل ما خبرتكم هاي خطوة اختيارية برجع بخبركم آخر مرة أول شي منحط الصينية بالرف الفوق حتى تتحمر حتى نحصل على نقشة سابتة بعدها منزل الصينية للرف الوسط أو الرف اللي تحت الوسط حتى تتحمر من جهتين هيك نحصل على نقشة سابتة والمعمول كتير طيب والعزيزة واذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعي للجرس حتى يصلكم كل إشعارات واذا عجبكم فيديو شيروها لحبيبكم واصحابكم حتى كل يستفيد واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهاي الوصفة واذا مستهله أهم شي لا تنسوني من لايك حتى يرتفع الفيديو وصيني التالتي كمان نفس الشي نحطها بالفرن هيك معمولاتي صاروا جاهزين ما شاء الله الشكل والطعم والأروع بعض الأفطار مع بنجان قهوة يا سلام بالعافية علينا وعليكم هلا مع بعض ونقول بسم الله ونشوف الحشوة كيف صارت ما شاء الله كتير طرية يعني تستاهلوا تجربوا أنا متأكدة مليون بالمئة إذا أول مرة تجربية رح تصبط معك النقشة والطعم متل ما هو بتشتريه جاهز التمر وهي النقشة كمان جوز الحن متل ما انتم شايفين بتفرط فورا بالإيد يعني كتير سهلة وبسيطة وما أخذ وقت مني نهائيا وصلت لنهاية الفيديو وأشوفكم بالخير بفيديوهات الجاهز موسيقى موسيقى موسيقى